السلام عليكم شباب بريب ثري. احنا النهاردة عندنا لسون ثري في يونت فايف في الجوامتري. احنا كنا اخدنا بعدين اخدنا النهاردة هناخد ناس كتير هيقولولي يا مستر ما احنا الدرس ده اخدناه في بريب تو. بالضبط كده احنا بدأنا الدرس ده في بريب تو حاجة اسمها يعني الميل بتاع بنحسابه ازاي. كنا بنقول لو انا عندي اسمه طبعا كلنا عارفين ان اي بوينت اللي هي بتاعتها. وهنا اسمها كنا خدنا في تاني عددي ان يعني بنعمل فرق اللي هي y2 minus y1 over x2 minus x1. طب فكرنا كده يا مستر. لما يجي يقول لي ابدأ two points A نجري في two and zero. B two and two. are on the same straight line L. on the straight line L. find the slope of L. كنا بنيجي نقول اللي هو هنقول عليه M دلوقت يا جماعة. M اللي هي السلوب equals. نكتب الرول بتقول y2 minus y1 over x2 minus x1. في ناس بتفتكر ان ال y2 يعني y power 2. لا. y2 يعني ال y التانية minus y الاول. وعلى فكرة لو عملت y1 minus y2 وتحت x1 minus x2 برضو صح. بس لازم الاتنين يتغير. طيب الايه اسمها x1 و y1. ال B اسمها x2 و y2. هنقول y2 minus y1 يعني two minus zero. over x2 minus x1 يعني two minus negative two. لك انها plus two. حضرتك هتحسب two over four هيطلع لك بهاف. يبقى كده حضرتك جبتلي ان ال slope equal half. مستر عمل L جديد السنة دي. احنا كنا قلنا السنة اللي فاتت طريقة واحدة احسب بها ال slope اللي احنا رجعنا عليها دلوقتي. y2 minus y1 over x2 minus x1. السنة دي هنبدأ نعرف طرق جديدة نحسب بها ال slope. تعالوا نشوفها مع بعض. احنا هنقول بقى كل بتاعت الدرس مرة واحدة بعدين نبدأ نحل على طول. the slope of any straight line is equal to the tangent of the positive angle which is the straight line makes with the positive direction of x axis. يعني ايه يا مستر tangent? tangent اللي اختصار بتاعها تان اللي احنا اخدناها. فالراجل عايز يقولك ان من ضمن الطرق اللي هتحسب بها ال slope هي تان ثيتا. ثيتا يعني الانجل اللي الراجل هيديها لك مع يعني مثلا ادي بتاع حضرتك جاي مرسوم بالشكل ده. الانجل اللي انا عايزها هي الانجل دي. اللي مع ال positive direction of x axis. هو هيكون ايه الليك عليه هتقوم اعمل لي تان الانجل. هتقول لي يا مستر طب امتى استخدم الرول الاولانية? وامتى استخدم الرول التان? هقولك على حسب الجيفن في المسألة. لو مدي لك points عادية يبقى y2-y1 over x2-x1. لو مدي لك انجل يبقى تان الانجل. طب يا مستر لو مديني equation بالشكل ده ده بقى تالت طريقة. لو الراجل اداني. اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال زيرو. طبعا الاي والبي والسي دول نامبرز. ببساطة جدا. السلوب ايكوال نيجاتيف اي اوفر بي. يعني نيجاتيف كوفيشنط اوف اكس اوفر كوفيشنط اوف واي. يعني لو انا بقولك تو اكس. بلس ثري واي. مينس ايت ايكوال زيرو. وطلبت منك تجيب ليه السلوب. فانت هتقول يا مستر ده مش مديني ولمديني انجل. على فكرة انت ممكن تجيب ممكن تعود باي اكس وتحسب الواي بتاعتها بس طريقة صعبة. اخترعنا حاجة سهل قوي بتقول ان السلوب ايكوال نيجاتيف اي اوفر بي. يعني نيجاتيف كوفيشنط اوف اكس يعني نيجاتيف تو اوفر كوفيشنط اوف واي. اللي هو ثري. بس لازم يبقى الاكس والواي in one side مع بعض. يبقى كده. عندنا تلات طرق احسب بها السلوب. لو مديني two points y two minus y one over x two minus x one. لو مديني انجل تبقى تان الانجل. بس الانجل اللي مع ال post of direction of x axis. لو الدك اللي مع ال negative direction اللي هي النحية التانية اعملها الاول minus one at علشان تديلك بتاعتك. علشان ده straight line طبعا. طب لو مديني اكوجن يا مستر يبقى نيجاتيف ايه? على فكرة هو ممكن يدهلك كمان على شكل اكوجن بطريقة تانية. ان يخلي لك ال y لوحدها. يعني y equal رقم اكس فلس رقم. وده اللي هناخده في الدرس الجاي. لو جاي لو سايب لك ال y لوحدها. يبقى اللي سلوب هو اللي جانب ال x على طول. طيب. تعالوا بقى نقول بقيت المعلومات بتاعنا. حاجات بقى مرتبطة بتانية على دليل كنا قلناها قبل كده. لو ال line parallel to x axis يبقى ال slope equal zero. لو ال line parallel to x axis او بيقول لي horizontal line يبقى equal zero. طب لو ال line parallel to y axis يعني بيقول لي vertical line يبقى ال slope undefined عشان هيكون number over zero math error undefined. على فكرة كلمة parallel to x axis يعني مسلا ادي x axis اهو ال parallel lieb بيبقى كده ممكن يقولها بكلمتين تاني ممكن يقول هي هي هي. طب parallel to y axis ده ال y axis اهو. اللي parallel lieb المنظر ده ممكن يقولها بكلمتين. يئما vertical يئما perpendicular to x axis. المهمة ابقى عارف. اللي parallel to x axis اللي slope equal zero. ال parallel to y axis اللي slope undefined. طيب اهم جزئيتين برضو عندنا. لو عندي two lines are parallel to each other. طب يا مستر مدام هم parallel يبقوا هما الاتنين ميلين بنفس الدرجة. استفيد من كده ان there slopes are equal and vice versa. يعني لو انا عندي L1 parallel to L2 يبقى اللي slope بتاعتهم ادي بعض يا مستر. M1 equal M2. والعكس صحيح. لو M1 equal M2 يعني لو انا لقيت slope add slope. it means that the two lines are parallel to each other. طب اخر معلومة عشان نخش على الاسئلة. if the two straight lines are perpendicular. perpendicular يعني انجل ايه? 90. قال لي خلاص بقى يبقى اللي slope بتاعتهم لو عملتهم multiply بعض ايه تدي لك negative one. يعني M1 multiply M2 equal negative one. طب يا مستر لو العكس لو انا لقيت ان slope بتاع الفرست line multiply the slope of the second straight line. لقيت multiply بتاعهم equal negative one. يبقى two lines are perpendicular. يعني لو واحد two over five. والتاني negative five over two. لو عملنا دول multiply بعض. هتلاقي ده راح معدد وده راح معدد بقى لك negative one يبقى هما perpendicular. بلغة نحنا بنقولها شقلب وقلب. يعني لو انا عارف ان هما perpendicular والراجل ايه اللي كده. وانا جبت slope الاولاني بthree over seven. يبقى بسرعة جدا. سلوب التاني شقلب. واقلب الصين تبقى negative seven over three. طيب. اخر حتة قبل ما نبدأ الاسئلة. ازاي اثبت ان three points are collinear. كنا اخدناها في درس distance. عشان اثبت ان هما collinear. كنا بنجيب distance a b. ونعمل لها plus distance b c. لو ادتني distance a c. يبقى هما collinear. يعني on the same straight line. عايزين نعملها بالسلوب. درس السلوب جاي سهل عليا الدروس اللي فاتت. انا هجيب slope of a b. وسلوب of b c. لو طلعت two slopes equal لبعض. معناها ان هما parallel. طب ازاي parallel وانت عندك common point مسكهم هما الاثنين. ساعتها يا مستر مش هيكونوا parallel لكن هيكونوا collinear on the same straight line. اجيب slope الاولاني وسلوب التاني. لقيتهم اد بعض. وعندي common point يبقى هما collinear. طيب بيقول لي find the slope of the straight line that makes a positive angle with the post of direction of x axis. اتفقنا مدام ادني انجل يبقى اقول له الانجل على طول. تطلع one over root three اللي هي على الكالكليتور. طب برضو يا مستر من غير ما تفكر. تان تحسبها على الكالكليتور. يا مستر اه برضو تان وتحسبها لي على الكالكليتور. وتطلع طبعا دي وهتطلع دي يعني انا عايز بس اقول لك لما ده مدلك انجل اعمل تاني الانجل على طول. هنا بيقول لي بروف ذات ان اللي معدي بالpoints four و two و five و six is parallel to اللي معدي بالpoints zero five negative one one. يعني لازم يلاقي two slopes add بعض. هجيب م one slope of the first straight line. مدام ادني two points بطرقتنا الاولانية. y two minus y one over x two minus x one. six minus two over five minus four. طلعت على الكالكليتور four. طب م two slope of the second line. برضو ادني two points بطرقة العادية. y two minus y one يعني one minus five over x two minus x one يعني negative one minus zero. هتحسب على الكالكليتور negative four over negative one طلعت برضو four. هقول له since ان انا لقيت M one equal M two. two slopes equal. يبقى therefore L one parallel to L two. يعني هم الاتنين parallel لبعض. example two. prove that ان الpoints دي are on the same straight line. يعني collinear. اتفق نسيبك من طريقة distance وخليك في اللي slope اسهل. هجيب slope of اي اتنين فيهم. مثلا اي بي. وسلوب. اوف بي سي. واحد يقول لي مستر طب عايز اي سي براحتك. هتأي اتنين مش فرقة. عشان كده كده هيطلع فيه common point في النص. تعالوا نحسب كده. مدام ادني two points بقى الطرقة الاولانية العادية. اي بي بقى اشتغل على الاي والبي. y two minus y one. هتحسب معايا. ادي كده negative two. over negative one طلعت بتو. طب اللي slope التاني. بي سي اشتغل على البي وعال c. y two minus y one. over x two minus x one. كده فوق negative two. ودي بقى plus negative two over negative one برضو طلعت. الله. مدام لقينا يا جماعة. slope. الفرست. الاي بي. equal slope البي سي. وكمان البي ازا common point. اهو المفروض ما دام لسلوب قد لسلوب يبقوا باراليل. بس ازاي باراليل وفيه point مشتركة ما بينهم. يبقى بالعقل كده هم مش باراليل. هم يا مستر. on the same straight line. يعني كولينير. اي وبي اند سي. ار كولينير. طبعا طريقة اسهل حتى من طريقة الديستنس بكتير جدا. طيب. لو جاب لي السؤال بالعكس ده بقى سؤال مهم قوي سؤال امتحان. يقول لي if a و b and c. ار كولينير. انا اللي ايلك ان هما كولينير. find the value of a. الاي اللي هي موجودة جوه هنا. طب المستر ايل دايما بستفيد من اللي هو ايله. مدام الدني كولينير يبقى قدر اقول له ان مثلا. خليك بقى زاكي. هل تقول a b و b c. لو انا منك مش هقول كده. هقول طب ليه يا مستر انت عملت كده? علشان مش عايز اخلي في الاتنين. يعني انا لو خدت a b و b c. لما اخد a b فيها حتة انا مش عارفة. طب و b c فيها حتة انا مش عارفة. هتتقبني شوية وانا بحل فانت خليك زكي. خدت a b اه فيها حتة مش عارفة. خد بقى a c. عشان الاتنين كاملين. مستر ما عليش هو انت ليه قلت ان السلوب ايكوال السلوب. علشان يا شباب كلمة كولينير. سنس ان ال a وال b وال c are كولينير. يبقى therefore السلوب a b ايكوال السلوب اي سي. وقلت لك اختار زي ما انت عايز بس اللي يخدم مصلحتك. سلوب ال a b يلا نشتغل بطرقاتنا. وي 2 ماينس وي 1 يعني 3 ماينس 1. اوبر اكس 2 ماينس اكس 1 يعني اي ماينس 0. ايكوال. سلوب ال a c. y 2 ماينس وي 1 يعني 5 ماينس 1. اوبر اكس 2 ماينس اكس 1 يعني 2 ماينس 0. احسب كده. 3 ماينس 1 تدي لك 2. اوبر اي ماينس 0 باي? ايكوال. 5 ماينس 1 بفور. 2 ماينس 0 ب2. اعمل كروس ملتبليكيشن يطلع لك الاي اللي انت عايزها. 2 time 2. يطلع لك الاي ايكوال. مسألة مهمة وسهلة. لكن بتجري في المتحانات كتير او. طيب. الايجزامبل اللي بعضه بيقول لي prove that the straight line passing through the two points four three root three and five two root three is perpendicular on the straight line that makes with the positive direction to the x axis and angle of measure thirty degree. يبقى اجيب سلوب one واجيب سلوب two. لو طلع ايكوال يبقوا بارلل. طب لو طلع بتاعهم بنيجاتف وان يبقى خلاص احنا نحسب بقى. اللاين الاولاني مديني two points يبقى طريقة الاسلوب القديمة. هقول y two minus y one over x two minus x one. حضرتك لو حسبتها تطلع لك negative root three. طيب. التانية مديني مع يبقى القانون بتاعها تاني الانجل. تاني اللي هو اي له. لو حسبتها هتلاقيها one over root three. او عال كالكليتور يعني root three over three. عشان اعرف هم مالتوبلاي بعض. اعمل ام وان مالتوبلاي امتو. لو طلع بنيجاتف وان يبقى هم مالتوبلاي امتو. ام وان بنيجاتف روت ثري. امتو بروت ثري اوفر ثري. لو حسبت عال كالكليتور هتلاقيها فعلا نيجاتف وان. مدام اللي سلوبس مالتوبلاي بعضه طلعوا بنيجاتف وان يبقى therefore l one او line one is perpendicular to line two. طب فكر معايا في الفكرة الجاية دي. ادك الاي والبي والسي لو رسمنا هو عايزها تبقى راية عند البي. طب هو ادني الاي بنيجاتف وان ونيجاتف وان. ادني البي بتو ثري. ادني السي بسيكس وزيرو. من درس الديستانس كنا بنجيب ديستانس التلاتة. ونعمل الكبير اللي واحده وباور تو. والاتنين الصغارين باور تو باور تو بلاس بعض. لو طلع الكبير قدهم يبقى رايت. اللي سلوب قالك يا عم انا اسهل من كده بكتير. مش رايت يعني بربنديكلر. قلت له اه. قال لي خلاص انا هحسب سلوب الابي. وسلوب البي سي. لو طلع الملتبلاي بتاعهم بنيجاتف وان. يبقى بربنديكلر يبقى ترينجل دا رايت. قلت له طب ما تصدق دي فكرة اسهل بكتير. تعالوا كده نحسب سلوب. اوف اي بي. مدام تو بوينت سيبقى الطريقة العادية. واي تو ماينس واي وان. اوفر اكس تو ماينس اكس وان. ادي فو طلعت فور اوفر ثري. طيب. مين اللي مفروض بربنديكلر عليه البي سي? فهحسب سلوب. اوف بي سي. برضو مدام مديني تو بوينتس طريقتنا العادية. واي تو ماينس واي وان اشتغل على بي والسي بق. اوفر اكس تو مينس اكس وان. دي طلعة ثري اوفر نيجاتف فور يعني عالكالكوليتور نيجاتف ثري اوفر فور. بيني وبينكو هي باين انه انه حصل شكل بويقل بالساين. فهم بربنديكلر. لكن عشان انت تطمن اعملهم بعض. ثري اوفر فور اوفر ثري. ملتبلاي نيجاتف ثري اوفر فور دربت سلوب الاولين في سلوب التاني. عالكالكوليتور نيجاتف الله. تو ما يلي يا مستر مدام السلوبس في بعض ده معناه ان ال اي بي. از بيربنديكلر تو بي سي. ومدام يعني انجل ناينتي يبقى ازر فور تراينجل اي بي سي. از رايت انجل تراينجل ات بي. اعتقد اسهل من طريقة بكتير. طيب برضو من درس كنت عرفنا ازاي اثبت والرامبس والسكتانجل والسكوير. بس كانت بتاخد كتيرة شوية. اللي سلوب جي حل القصة دي بطريقة اسل. عشان هزبت انه هجيب سلوب اللي اتنين دول يطلعوا ايكوال يبقى سلوب اللي اتنين دول يطلعوا ايكوال يبقى يبقى هو خلاص. طيب انه يبقى او الاول خلينا انه يبقى عشان شبه البرلوجرام. الريكتانجل اللي مصطر زي البرلوجرام جبت سلوب دول طلعوا ايكوال جبت سلوب دول طلعوا ايكوال. طب اي اللي يفرق بقى هجيب سلوب اي جنب بعض. مسلا اي بي وبي سي. اعملهم لو طلعوا يبقى دول ساعتها مش هيبقى ساعتها هيبقى ركتانجل. طب الرامبس. هجيب برضو الاول طبعا سلوب اللي اربعة. هلاقي سلوب ده قد ده يبقى ايكوال. سلوب ده قد ده يبقى بارلل قصد. سلوب ده قد ده يبقى بارلل. لغاية كده انا مش عارف هو ايه بالزبط. هجيب سلوب ملتوبلاي بعض بنيجاتيف وان يبقى يبقى لغاية كده انا ضامن انه هو رامبس. هو ما ينفعش يبقى بارلوجرام مش بربنديكلر ولا في البرلوجرام ولا في الرمبس ولا في الريكتنجل فهو كده رمبس فانت تقول يا مستر طب ليه ما قلش سكوير لا الـ سكوير لازم نزود صفة كمان زيادة ايه بقى الصفة كمان زيادة اللي هنزودها في الـ لو لقينا اولا طبعا دول اللي سلو بقى ده بعض يبقى دول اللي سلو بقى ده بعض يبقى لغاية كده يا مستر سلوب ده ملتبلاي سلوب الصعيد اللي جنبه بنيجاتيف ون يبقى طب كمان يا سلوب الدايجون الاولاني ملتوبلاي سلوب الدايجون التاني بنيجاتفان يبقى برضو الله كل الصفات اتحققت في حاجة واحدة اكيد يبقى الحاجة الواحدة دي هي مين طب اللي بيجي يسألني فيها كتير التروبيزيوم لو خدتوا بالكم لو قلنا ايه بي سي دي التروبيزيوم اهم صفة او الصفة المميزة لي عن العيلة بتاعت البرالوجرام ده عيلة وده عيلة ان يا مستر التروبيزيوم مفهوش غير two opposite sites بس اللي parallel لكن الاتنين التانيين not parallel ازاي اثبتها بقى بالسلوب اسهل حاجة في الدنيا اجيب سلوب الاتنين اللي قصد بعض دول هيطلعوا equalي بقى parallel طب سلوب الاتنين التانيين البي سي والإي دي هيطلعوا not equalي بقى not parallel من الكوادرلاترال الوحيد اللي فيه اتنين parallel واثنين not parallel هو التروبيزيوم طب نشوفها في اخر مسألة معنا طب انا ما عرفش هيبقى انهي ترتيب فهاجيب سلوب كله اول حاجة هحسب طريقة السلوب بصراحة سهلة قوي y2 minus y1 over x2 minus x1 براحة جدناه طلعت negative 1 over 4 طب اللي بعده بسرعة slope of bc هشتغل على البي والسي هتبقى negative 1 minus 3 over negative 1 minus 7 بقت negative 4 over negative 8 يعني عالكالكليتور بهاف طب slope of cd c والd هقول 2 minus negative 1 يعني 2 plus 1 over negative 1 minus negative 1 يعني negative 1 plus 1 2 plus 1 over negative 1 plus 1 يا مستر ده دي طلعة 3 over 0 يعني undefined خلي بالك undefined يعني parallel to y axis طب يا مستر لو جبنا سلوب الda نركز كده اشتغل على الda y2 minus y1 over x2 minus x1 طلعت لي 2 minus 4 ادي negative 2 negative 1 minus 3 ادي كده negative 4 هتطلع بهاف الله بص بقى كده معي لقينا slope الbc equal slope ad ده معنى ان الاتنين دول parallel يبقى تبقى كده بقى a b c d يبقى ال a d وال b c parallel بس يا مستر سلوب ال a b ما اطلعش قد slope c d يبقى مستر الاتنين دول not parallel مدام اتنين parallel واتنين not parallel يبقى يا مستر the figure is a trapezium ده يا جماعة كان سامري عن listen slope اتمنى الناس تبقى فهميته واستوعيته كواس جدا هنبدأ نحل لو اي حاجة قطلت معك او وقفت معك ابعتها لي على طول السلام عليكم اشتركوا William اشتركوا republican شكرا